مشكلة قديمة تتجدد عنوانها السوق الشعبي في العقبة الذي تحول من مكان حيوي إلى خراب تعبث فيه القوارض والكلاب الضالة وأصحاب الأسبقيات وتنعدم فيه أدنى مقاومات السلامة العامة والإنارة بيجينا مسؤول أو انفوض جديد للمدينة بيجيبوا علينا هون على بناء إنه بدي يعملنا وبيدي يسوينا تمام طبعا هنا هذا الحكي كل كلام طاضي ما بيصير آخر إشي جابونا الكشكات هاي اللي هون هاي إذا شايفها الكشكات هذي قالوا هاي الكشكات إلكوا إنتوا على بناء إنه إحنا بدنا نفضيه ونسلمكم إياهم ونفضيه هنا قلنا يا عمي إحنا معاكم إحنا معاكم مش ضدكم آخر الدور بتطلع هذه عهدة للتطوير عهدة للتطوير لما إجوا آخر اجتماع هنا ولفوا على السوق وشافوه اللي ارتبع التطوير يعني أنا بعين وقدامي صار يقول ديروا بالك عليهم هذوله عهدة علي وكانوا كل المفوضين موجودين طيب الحل عجبكوا أنتوا السوق هذا كله يصير فيه هيك عجبكوا أنه الزبايل عجبكوا أيجوا اللي من برة يحطوا هون بضاعة لهم بآخر الليل يصير عنا السوق عبارة عن وكر كله سكر وعربدة وبنات وقصص من هيك هذا بيصير هذا الحكي بيستنوا يصير قصة عنا بالسوق الشعبي وما أحد أبرد ووصلتوا الصورة هاي وصورت فيديوهات وباعتتها للكل أنه تبرجوا إيش بيصير عنا بالسوق الشعبي ماناش دخل بيجوك الساعة سبعة ونص كبيرهم كبيرهم للتسعة بيكونوا مروحين وياريتهم بنزل للمكتب بقعدولك بسياراتهم مع تليفوناتهم الوضع عبارة عن مكره صحية عبارة عن بعد الساعة تسعة عشرة بالليل عبارة عن وكر صحيح الأمن العام ما بيقصر بيجي بيدور مطالي بفتش بالليل بس برضو كمان يعني أول السوق كان مستلموا شركة العقب للنقل كان لسه أنضف من هيك كانوا حطين أمن وحماية كانوا موظفينهم بيداوموا أربع وعشرين ساعة بعد ما تركته شركة العقب للنقل ورجع للمفوضية زي من تشايف عبارة عن مكره صحية ولا حد أطال فينا لا موظفين ولا مسؤولين وبيجونا بيقولونا يا عمي بنا نعمل واحد اثنين تلاتة ونصبط لكم نعمل لكم نسوي لكم برضو على الفاضي ولا حياته لمن تنادي يعني هذا اللي في الليلة هون المفروض المفضل للسوق فيه رقابة أمنية ممنوع بعد الساعة اثناش أو بعد الساعة دعش يفوت واحد السوق يستكّر بباب جميع الباب يفوت ولا واحد يفوت ولا واحد يطلع من الساعة 12 إلى الساعة 7 لكن السرجات موجودة في السوق نظافة عدم نظافة من الناس الموجودين هنا ما فيه احنا بنطالب بها السوق في نظافة وفي أمن غيره احنا ما بدنا ايش بدنا اكتر من هالسوق بدنا يكون الناس تيجي تتنفس فيه وتطلع وتشتغل غيره ايك ما بدنا مكره صحية انشئ هذا السوق قبل عشر سنوات لجمع البسطات والباعة المتجولين من الوسط التجاري في مكان واحد كردت فعلا على مطالب تجار المدينة بإبعاد البسطات عن أبواب محلاتهم في الساحات العامة في قلب الوسط التجاري في مدينة العقبة فأصبح السوق قصة فشل يحملها أبناء العقبة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اشتركوا في القناة